أعزائي طلاب الصف الثاني عشر علمي أهلا وسهلا بكم في لقاء في مادة الكيمياء بعنوان تدريبات على الوحدة السادسة وحدة الكيمياء العضوية الأروماتية وهذا هو الجزء الأول أهداف الدرس بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن يفسر خصائص حلقة البنزين من خلال تركيبها يسمي المركبات الأروماتية المختلفة وفقا لنظام الإيوباك يكتب معادلات تفاعلات الإحلال الإلكتروفيلي للبنزين السؤال الأول أي مما يأتي لا يعتبر مركب أروماتي المركب الأروماتي هو المركب الذي يحتوي على حلقة بنزين أي هذه المركبات لا يحتوي على حلقة بنزين ولا يعتبر مركب أروماتي أحسنت المركب دي لا يحتوي على حلقة بنزين ما الصيغة الجزيئية للبنزين نحن نعلم أن الصيغة البنائية للبنزين عبارة عن ست ذرات كربون وكل ذرة كربون ترتبط مع ذرة هيدروجين وإذا قمنا بعد ذرات الكربون سنجد أنها ست ذرات وعدد ذرات الهيدروجين أيضا ست ذرات هيدروجين إذن ما الصيغة الجزيئية للبنزين؟ نعم C6H6 أي مما يأتي يعد غير صحيح عن جزيء البنزين؟ يعد غير صحيح له شكل سداسي مسطح معلومة صحيحة الزوايا بين ذرات الكربون 120 درجة معلومة صحيحة التهجين في ذرات الكربون من النوع SP3 معلومة غير صحيحة لأن التهجين في ذرات الكربون من النوع SP2 أطوال الروابط بين ذرات الكربون متساوية معلومة صحيحة بسبب ظاهرة الرنين إذن الاختيار هو التهجين في ذرات الكربون من النوع SP3 بما تفسر يقاوم البنزين تفاعلات الإضافة بينما يقوم بتفاعلات الإحلال تتميز حلقة البنزين بظاهرة الرنين ما المقصود بظاهرة الرنين؟ هي الحركة المستمرة لإلكترونات الروابط باي في حلقة البنزين وينتج عن ظاهرة الرنين ثبات لهذه الحلقة وبالتالي تقاوم تفاعلات الإضافة بينما تقوم بتفاعلات الإحلال أو الاستبدال ما المقصود بتفاعلات الإحلال أو الاستبدال؟ أي أن ظرة أو أكثر من ظرات الهيدروجين الموجودة على حلقة البنزين يتم استبدالها بظرة أو بمجموعة أخرى تحل محله لذلك الإجابة بسبب ظاهرة الرنين في حلقة البنزين مما يجعلها مستقرة كيميائيا السؤال التالي بما تفسر يقوم البنزين بتفاعلات الإحلال الإلكتروفيلي ولا يقوم بتفاعلات الإحلال النيكروفيلي اتفقنا في السؤال السابق أن البنزين يقوم بتفاعلات الإحلال هنا نسأل لماذا يقوم بتفاعلات الإحلال الإلكتروفيلي ولا يقوم بتفاعلات الإحلال النيكروفيلي البنزين يتميز بأن لديه كثافة إلكترونية عالية لذلك هل يتفاعل مع إلكتروفيل أم يتفاعل مع النيكروفيل ينجذب الإلكتروفيل والإلكتروفيل هو مادة محبة للشحنة السالبة ينجذب إلى البنزين لأن لديه كثافة إلكترونية عالية الإجابة بسبب الكثافة الإلكترونية العالية على حلقة البنزين فتكون جاذبة للإلكتروفيل ما الإسم الصحيح للمركب الآتي؟ أولا نبحث عن المجموعة التي لها أولوية أي المجموعتين لها أولوية؟ نعم مجموعة الهيدروكسل لها الأولوية إذن ضرة الكربون هذه تأخذ رقم واحد وهذه تأخذ رقم اثنان والهيدروكسل تبدأ بحرف الـ H والميثل تبدأ بحرف الـ M لذلك نذكر هيدروكسل في بداية الإسم ثم نذكر الميثل بعد ذلك إذن ما الاختيار الصحيح؟ نعم وانهيدروكسل توميثل بنزين إذا ارتبطت ضرة بروم بي آر بالمركب أدنى في الموضع X فماذا يصبح اسم المركب؟ بداية هل هذا المركب بنزل دهايد أم حمض بنزوك؟ أحسنت حمض بنزوك إذا ارتبطت ضرة البروم بالموضع X هنا هل يكون هذا بارا أم أورثو؟ أحسنت طالما أنهما متجاورتان فيكون أورثو إذن الاختيار أورثو برومو حمض البنزوك ما الاسم الصحيح للمركب الآتي؟ لاحظ أننا نريد أن نسمي هذا المركب إما أن نسميه طلوين وإما أن نسميه بنزمايد البنزمايد يكون بهذه الطريقة إذن هذا الاختيار وهذا الاختيار مستبعدان طلوين أين الطلوين؟ نعم هو حلقة بنزين مرتبطة بالميثل ولذلك هذه الضرة تأخذ رقم واحد والإيثل تأخذ رقم اثنان بالرغم من أن ذلك يخالف الترتيب الأبجدي حيث يأتي حرف الإي قبل حرف الإم ولكن انتبه طالما قمنا بتسمية المركب طلوين إذن المجموعة المسؤولة عن هذه التسمية هي التي تأخذ رقم واحد فيكون الاسم نعم تو إيثل طلوين قم بتسمية المركبات الآتية أحسنت وان ثري ثنائي إيثل بنزين إذا هذه تسمية إيوباك إذا أردنا أن نسميها تسمية شائعة باستخدام المقاطع أرثو ميتا بارا نعم هذه بالنسبة لبعضهما ميتا ثنائي إيثل بنزين ما اسم هذا المركب؟ أحسنت لاحظ أن هنا CH3 وهنا CH3 كما اتفقنا سابقا وان فور ثنائي إيثل بنزين وبالتسمية الشائعة نسميه بارا ثنائي إيثل بنزين وهذا المركب من أين نبدأ حتى يكون الترقيم أقل أحسنت من هنا هذه إيثل وهذه إيثل لذلك نبدأ التسمية بالإيثل حسب الترتيب الأبجدي فيكون الإسم نعم 2 إيثل 1 4 ثنائي إيثل بنزين ماذا يحدث عند إضافة قطرات من ماء البروم إلى أنبوبتي الاختبار في الشكل أدنى؟ في الأنبوبة الأولى بنزين قمنا بإضافة ماء البروم إليه هل يحدث تفاعل إضافة؟ لا في الأنبوبة الثانية هكسين حلقي من فئة الألكين وقمنا بإضافة ماء البروم إليه هل يحدث تفاعل إضافة؟ نعم إذن ما الاختيار الصحيح؟ أحسنت يختفي لون ماء البروم في الهكسين الحلقي فقط ولون ماء البروم لونه أصفر برتقالي وهذا نتيجة حدوث تفاعل إضافة بين الهكسين الحلقي وماء البروم ما شرط التفاعل المشار إليه بالرمز إكس؟ وما الناتج العضوي من التفاعل المشار إليه بالرمز وي في التفاعل أدنى؟ التفاعل الذي أمامنا هو تفاعل هالجنة شرط التفاعل نعم عامل حفاز والعامل الحفاز هنا يكون بروميد الحديد الثلاثي فإي بي آر ثري وما الناتج؟ أحسنت برومو بنزين طبعا هذه معادلة فنحن نحتاج إلى الصيغة الكيميائية ترجمة نانسي قنقر